السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم يا حلوين ورحب بكم في حلقة جديدة وغيم بلاي جديد من لعبة أولد وورد العالم القديم أحييكم ورحب بكم في حلقة السابع عشر نقول بسم الله يا حلوين تاكن على الله ولا حوله ولا قوة ألا بالله طبعا عندنا تدريبات رخيصة للجنود نحن الآن بصدد الهجوم على الفرس إعلان حرب على المملكة الدولة البلاد الفارسية طبعا هذا الشيء يضعنا في تحدي جديد يعني بنقول التوسع بشكل أكبر وبالتالي تضخيم إنتاجية الدولة ودخول في جو جديد داخل اللعبة ألا وهو الهجوم على دولة منظمة دولة كاملة ليس قبائل بادية أو ما شابه الحلقة الماضية حاولنا نربط المدينتين هذه في قطوة التجارة الرئيسية لكن مع الأسف ما وجدت أي حل ممكن أحاول أشوف حل ثاني إن شاء الله أبدأيا نحن هابين نمثل هذا الجاسوس يستكشف الأرجاء من هذه الجهة نحاول نشوف إذا في شيء أو شيء يبدو طبعا إنه بالجهة الشمالية هذه ما في أي مخاطر إنه عندنا أوضاع جيدا وعماء مع الأشوريين أقرب مدينة أغريقية هي في هذا الاتجاه مدينة أنقرة في تركيا وعندي طبعا نقاط وامر وعندي بناءين ممكنهم طبعا يقامون ببناء بعض الأشياء اللي ممكن طبعا تزيد الإنتاج وما إلى ذلك هنا ممكن أبني طبعا سيتدال اللي هو يعتبر مبنى دفاعي متطور أعتقد الإنتاج من جميع الموارد في حالة ممتازة معادة الأكل معادة الحديد معادة الأحجار الأكل بدأ ينقص شوي أعتقد بسبب استهلاك الوحدات العسكرية 39 كل دور لكن يعني بشكل عام لا بأس به ممكن الآن أيضا نبني بعض المباني الحديثة جديدة طبعا هنا ممكن نبني هذا مبنى الأوديون طيب يا حلوين أشوف في وحدات جديدة جت هنا الآن الفارسية هذا طبعا الأسطول البحري استطاع أنه يخلق حاجز عبور فالآن الوحدات هذه كانت تجي وتتوجه إلى هنا قدمت الجاسوس إلى قبيلة الفندال أحاول أشوف هل فيه إمكانية طبعا أني أنا الآن بسوي معهم سلام دائم بأسلم السفيرة لأنني استطعت الحمد لله حلقة الماضية أسوي سلام دائم العلامة هذه العلامة سلام مع شعب الغاليين وقالوا لي ترى فيه غزاء جايينكم من طرفهم من عندهم بيساعدونا طبعا نصد هذا الغزاء إن شاء الله راح نتمكن من هذا الشيء الدور الجاي تطورنا هذا المحتاج فإحنا الآن على نهاية الدور في صدد الإنهاء هذا الدور يا حلوين طبعا هذا الجاسوس ممكن نجيبه هنا نحركه إلى هنا نغير مكاني شوي دينا زاوية رائعة مختلفة عندنا أيضا جاسوس إلى يثرب بجانب يثرب تحولت إلى مناطق أكتشف أن يثرب هذه القرية القديمة ما فيها أي شيء طبعا ما فيها أي شيء فاضح بس تطاريس مهم جدا بنستمر نستكشف في هذا الأرجاء هذا المدينة مفصولة على العالم طبعا ويعني ما عاد عندي نقاط طوامر أقدر أقول حان الوقت الآن لإنهاء هذا الدور الجاسوس طبعا ممكن يسوي هجمات لو كان في نقاط طوامر ما في إنهاء الدور أشكر لكم تابعتكم يا حلوين وأشكر دعمكم المستمر وأشكر المطورين أيضا على دعمه المستمر لهذه السلسلة مطورين اللعبة بنفسهم ينشرون مقاطعي يساعدون في نشرها عبر تويتر فأشكرهم من هذا المنبر على هذا الدعم المتواصل يليت توتل وور بنفس هذا التعامل أو حتى يوتوب بهذا التعامل لكن نحن تطورة جديدة الآن أشور أعلن حرب على الفندال اللي أنا طبعا أحابه باسمه معهم سلام أصبح هناك شيخ قبيلة أو شيخ ديانة ديانة الوثنية البابلية وأصبح الزعلانين مني ما أدري السبب ليش أعتقد لأنها ما هي أنا ما أدري وش هي حق الدولة أخذ اليهودية ممكن أغيرها أخليها اليهودية بنشوف الآن إذا هذا الشيء ممكن أو لهذه الشخصية طبعا نعطيها فلوس 490 مقابل أنها تصبح نحسن سمعتنا معها هذه البنت عمره 14 السنة فلو نلاحظ طبعا في غزاء الآن قادمين قبل ما نتوجه إلى الغزاء أبطلع إلى الديانات وأتبنى الديانة الوثنية البابلية الـ بس ما نقدر نسيب هذا الشيء لأنه ما عندنا خاصية الديفاين رول الديفاين رول هو قانون أنا سبق وما اخترت هذا القانون ولا اي اخترت شيء ثاني طبعا من ذلك تغير اخترت الـ يعني فعشان أتبنى الأديان ممكن أختار هذا الزر في طريقة أخرى طيب لتبني الأديان طيب يعني كيف أعرف وش دين الدولة أعتقد أن اليهودية حاليا هي دين الدولة بس هل في طريقة ثانية ممكن نحن نغير ديانة الدولة إلى الديانة الوثنية البابلية لا أعلم حقيقة أمكانية هذا الشيء لكن بشكل عام نحن ممكن هذا تسلسل الأحداث كميل طيب فإذا هو من هذا الزر أعتقد لاحظ لاحظ خلك هذا هنا طبعا سوء أبو يهودي أوكي نعم فإذا ما تعتبر أوكي إلا أنه أوكي طيب طيب في قانون ثاني أيضا التكنولوجيا أعتقد اللي هو اسمه وورد مدرويشي في قانون تكنولوجيا عفوا الدكترين نعم سواء مدرويشي 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 أوكي هذا مهم ممكن طيب لكن في قانون آخر أعتقد والله العالم توظهر لي ترى قبشي ما تعتبر ما تعتبر أنه مدرويشي أو مدرويشي أمر من أمر انا ما عنا مهمة بس يعني ممكن نغيره قانون ذا طيب لحظة الليق الكود يعطيني نقاط هذه هذي حسن السمع نصدقون حسن السعادة عفون يقلل عدم السعادة بتالي يعني قصدم يزيد السعادة اذا كان في مباني دينية حيننا عندنا مباني دينية بس ما بنناها في كل مكان يبيني نزيدها طيب 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 لحظة خلينا نجرب يا شباب ندفع 150 احنا عندنا 500 وبيكلفنا طيب بعدين نجي ونجرب هذا الشي حان الوقت ان يتبنى ديانة الوثنية البابلية كديانتنا الرسمية هذا الشيء راح يقلل يعني زعل الناس الناس زعلانين في بابل لانهم هم وثنيين بابلين ما يبون اليهودية ما يبون اي ديانة ثانية كويس اننا نجربنا هذا الشيء وطبعا من اجل ان نضغط هذا الخيار نحتاج 600 نقطة اخرى 600 نقطة ثقافة سفك ما عندي هذا الشيء ممكن بعدين دور اللي بعده بسيطة هنا نكمل طيح وين كنا ماشيين كنا ماشيين هذا يعطينا 800 نقطة لا احنا ماشيين على هذا الخمسة دوار طيب يا حلو نستقبل الغزاء الغزاء قادمين في الطريق في اكثر من واحدة من بوحدة واحدة خليني نوقفين نستقبل ما نستقبل طيب البناءة خلصت ممكن نبني هاملت نعم من اجل نزيد الدخل ندرد على خط تجارة نعم من خط تجارة الآن ممكن نبني طبعا واحد يطلع فيه ايضا غاردنر يطلع العسل نبني اربع دوار بعدها نعين عامل هنا طيب يا حلوين نقاط الثقافة طبعا 25 دورين راح نخلص مبنى رئيسي هنا طيب نحن الآن نحتاج أيضا نشوف هنا ميش ممكن نسوي ما طورنا الجدران ليش؟ طور جدران أولا نطلع جنود زيادة نحن نطلع هنا عربة تجارية نسأله الى أشور هذه ثاني عربة تجارية نسأله لهم ليبناء طبعا ما عندها لا شغلة ولا مشغلة ممكن نبني هذا المبنى هنا حسن السعادة ما عندنا أحجار كافية نشتري الأحجار أحجار 103 طيب البناء طبعا ممكن نبني المزيد من الأشياء ففرة حجر نبني مسرح يحتاج أحجار هذه الضيارات كلها ممكنة ولكن ما رح نسويها عندنا طبعا ترابر ممكن نعين نحن عندنا واحد ترابر منول يزيد نقاط التكنولوجيا ممكن يا حلوين نعين واحد هنا أوفيسر أو سبيشلست أو جنرال يزيد نقاط التدريب نحتاج تدريب دائما تكون عالية هذه طبعا السفينة ممكن تهاجم هذه السفينة فيما بعد نخليها في هذا المكان هنا أنا حبيت أسوي حركة أشبك المدينة هذه أحاول لأنه ما قان لأنه ما قان مع الأسف ما قان مو مشبوكة بخطوط التجارة فلو استطيع نشبكها فحكون سويت شي حلو فبنيت هنا خط تجارة ممكن نبني واحد ثاني هنا أيضا طريق يحتاج عشر حجر نضغط ألت نشتريه لاحظوا بدأ يبني الخطوط الآن لو نقدر نصلها تاج مربع مربعين ثلاث مربعات يعني ثلاثة دوار هذه الوحدات ممكن نطورها إذا في تطوير رخيص يوحدة عسكرية هنا هذه الوحدة أيضا ممكن نطورها هذا الوحدة أيضا ممكن نطورها لا طبعا نبغاها هجوم نتعرف على الفندليين الفندليين تم تدميرهم يا شباب انتهى هذا الشعب بشكل رسمي أخذت الفرس ما تبقى من أراضيهم أعتقد انتهى هذا الشعب نتأكد طيب نوقف عنهم اللوجري ما لديه إلى سلم إياه ولا احنا سواءنا بسلام معهم لا زلنا نسوي السلام معهم علينا نسوي السلام بعدين نسحب منهم المجوهرات نعطيها للشعب ثاني الفندليين وينهم طيب ما أدري يختفوا يمكن لهم مكان ثاني اعتقدون اعتقد انه نعم لا مكان ثاني اوه في عربة اسكرية هنا فارسية اذا عندنا عربتين فارسية ثلاث عربات الفرس مشغولين في صراعهم ويتوسعون بشكل جنوني ما يعني نلازم نسدد ضربة في اسرع وقت في اسرع وقت ممكن هنا طبعا ممكن نبني سفينة او ايضا مزارع اعفوا انه صياد سمك نتعرف طبعا ممكن نسوي سلام ايضا مع هذا اه سوينا معهم سلام من اول اوكي انه مدين وممتاز سمعتم معانا طيبة مو مرة طيبة بس ممكن يعني سوي معام تحالف احالف يطلب ان يكون الدبلوماسي مشغولة الآن السفيرة مشغولة السفيرة هي ملكة الدنمارك السابقة اهلا وسهلا اشور اشور هنا يا رجل اوكي اوشور في مدينة هنا ظهر انهم قضوا على احد قبائل البادي او ما يشابه اوكي اشور هنا يا حلوين امام يثرب شي مثير مثير انتباه طيب هناك بناء ايضا فاضي اعتقد بامكاننا نسوي شيء طبعا هنا فشلنا نسوي اي خطوة تجارة مع الاسف اه اعتقد السبب يعود الى انه ممكن نسوي حركة هنا نبني شارع نبني شارع نبني شارع دوار بس ليش بنهنا شارع هنا فكرة غبية ايد 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 ارجع ارجع اه نعم فكرة غبية اعتقد لانه في جبال هنا تحد الموضوع Feng لنضغط شفت ونضغط هنا عشان تثبت عشان نصير لدينا تصور إلى ماذا يحدث هنا أعتقد والله لعلم هذه المدينة معزولة ما فيها أي أحد مرتبط فيها وبالتالي نحاول بهذه المدينة أولى وأجمل من خلال أننا نرجع التاجرة هذه عفوا نورة زيادة نحاول أن الشارع يكون هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة شوارع تكون بهذا الشكل بلنا أين طبعا هؤلاء مشغولين ولا فاضين تعال مال أدائي طعب جاهزين للحرب والقتال نتمنى هذا الشيء طبعا أنا ما رح أطول أكثر من كذا ما رح أطول أكثر من كذا يا حلوين قدم الأحدات هذه الجاسوس بدي أن يجي في هذا المكان يتجسس طبعا ما عندنا الجاسوس في الجهاز الشمالية مع الأسف إلا والله في واحد حسنا حسنا هذا ميثاق عدم اعتداء ممكن أحاربهم بكسب ستة نقاط شرعية طبعا دخلت في حرب معاهم ممكن طبعا أضغط هذا الزر بس ما يمديني أني ما عندي شخصية ما عندي شخصية من هذه صفات من هذه الشخصيات أن يكون دموي أو محارب أو شيء كذا أو شديد ما عندي لكن ممكن أتفعلهم 1990 من أجل عقد السلام معهم أنا مودي عشان يكونون هم في ضد الأشهرين هم في حالة حرب الآن بس مع مين بالضبط مع الفرس لاحظة اللي سار مع الفرس إذن يهمني أن يكون بيني وبينهم سلام أبغى تحارب معاهم ما عندي فلوس نشتري فلوس ضغط كنترول نسوم معهم سلام 1990 أوكي إذن هذول هم القبال ميثاق عدم اعتداء مو سلام ميثاق عدم اعتداء ما نبغى مشاكل معاكم جئين بس نستكشف عشان ما يموت الجنسوس علينا أيضا أوكي اكتشفنا كنز جديد يا حلوين نستمر في الاستكشاف ممتاز جدا ممتاز جدا جدا طيب إذن عرفت الغزاء اللي كانوا موجدين هنا منين جئين من هذا الشعب حلو هذا الشعب قبلي في الشمال مغولي ويحارب الفرس من الجاية الشمالية جميل جدا طيب مره ومتاز جميل جدا ثلوين جيد جدا طيب معادي عندي أي نقاط أوامر صفر ننهي الدور ننهي الدور يا حلمين استشاف رهيب تطويرات ممتازة ومصر على قمة الهرم الحضاري ب 31 نقطة ثقافة نستطيع طبعا سوي سلام محاهم أوكي الفرس يبنون الآن دفاعات الغزاء يهاجمون البناء حقي أوكي أوه بثلاث وحدات غزاء طيب نحاول نتخلص من هذه بسرعة هذه السيدة جاهزة للتدريس طيب الملك شف كيف صار شكله 60 سنة وصلت هنا أخبار أن الأشوريين وصلوا بعثة دبلوماسية من الأشور بسبب مشكلة عندنا في الديون الملكي قائدهم أدامه الملك عمر راعي ستين يطلب أن ندخل في حرب ضد الإغريق 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 الآن في حالة تحرب ضد مصر و ضد آشور هل نسوي هذا الشيء ولا نرفض هذا الشيء أكيد راح نسوي هذا الشيء نحسن علاقتنا مع الأشوريين سلام مع هذا الشاب أنا داعي نحاربهم طيب طبعا ملكة الفندليين وصلت إلى بابل التي تقابل الملك وقالت خلينا نتفاهم مع بعض ملك لملك وباستخدام مترجم أو بالاستعانة بالمترجم تقول كلماتنا فقط وأفعالنا تحدد مصيرنا مصير شعوبنا ويشتبه الحلوة هذه هذا الخاصية طبعا أو هذا الجواب راح ينتج عنه طبعا زيادة في نقاط الشجاعة ليه النقطة واحدة في نقاط الحكمة بس ستصير سمعتي معاها ثمانين يعني إيجابية بابلون 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 لا يحكمها شخص واحد وإنما الكثير بس راح تزعل مني إنما كل القبائل راح تمبسط سمعت مع جميع قبائل زايد عشرين هذا الخيار طبعا ممكن أقول لها من يفاضي لك مشغول وأتخلى عن قاعدة قبيلة يعني تعتبر صحراوية أو بادية وبالتالي أكسب نقطتين شرعية من باب أنه أنا من يفاضي لقبائل بادية أنا أتعامل بس مع قبائل حاضرة أو دول على مستوى دول لكن هذا أيضا سيسي السمع معاها حيني ممكن نكسبها لأنني راح أكسب نقطة أكسب خاصية اسمها الفخور أي واحد شخصية متواضع وليس فخور راح يزعل مني سالب 40 أبرص شخصية طبعا هي الملكة الدنماركية فما يهمني هذا الشيء أنا أبي نقاط تدريب أصلا أننا ممكن ندخل نحن الآن في حالة حرب نضغط هذا الزر ندرسها فلسفة هذه الشخصية بروموشن أنه هذه الشخصية تريد تكون أه عندها نقاط طيب نعطيها نضغط هذه شجاعة هنا نقطة شجاعة هنا إيش حاصل يا حلمين هنا في جلد كاليسية سلطة موت ناعد ذلك تحسين لأنها ثلاثة وحدات يكفي ناعد ذلك ناعد ذلك ناعد ذلك ناعد ذلك حين ندخل لنقاط ثلاثة وحدات يتكفي ناعد ذلك نعدة دائرة ربي زوس. اكتشفنا مدينة اغريقية. كيف رأيكم. نسحب على الفرس. شوارة ودى جنودي كلهم شمال صراحة بس انه نتجسس عليهم. ممكن نسرق التكنولوجيا حقهم. ما عندي خاصية في هذه اربع دواب تضبط. هذه مشغولة طبعا السيدة بس ما يمديني اهيلها. طايف العلة ذا لا يذباحها وان شاء الله لا يذباحها. هذا البنافة هذي. ماذا تسوي حبيبي. لحظة. وخلص بنا ذا. اوك ممتاز. هنا نبي خط تجارة. خلنا نجرب الخاصية هذه اللي حتى تضبط او لا. ابني شارع. ابني شارع. على فكرة هنا احس انتاج الاحجار بيكون جنوني. رعش. الاحجار. شي رهيب. شي رهيب جدا. الجاسوس هذا. سحب جنوده من فرس ممتاز. تبدو هنا ما في شيء صحراء. طالية. اكتشفنا اراضي او نهر جديد. نهر مرجيانة. ما دلش صار. بس جاني لقب جديد اكتشفت ايضا. اه جبال. جبال. اه هندو كوش. اوكي. الجاي الشمالية صار عندي متينة اتناعشة نقطة شرعية. طيب. من هو الوريث اه للعرش. السيدة هذي. ممتاز. اوكي. انا عندنا شخصيات كثيرة يعني من الجيل هذا. وما عندي مشكلة صراحة ان الشخصية دي تصير هي. غشاشنو. اول اه ملكة لبابل. لا. ما عندي مشكلة. طيب عشرين نقطة اوامر اهلوين. بنا اين. طبعا هنا. بنبني طبعا اه منجم ملح. او املاح. هنا نخلج جاسوس. اعتقد بعد ما عرفنا ماش قاعد يصير. استمر في الاستكشاف. العربية. العربة التجارية قربت انها تصل. سمعت مع الاشورين طبعا سالب اثنين. دخولي في حرب ضد الاغريق طبعا حسن سمعتي مع المصريين اكثر. لانهم في حالة حرب معهم طبعا. فالان الاشورين يا حلوين الفارسيين كيف سمعتهم. بينهم سلام مع الاشورين. اه طبعا مبسوطين من الاغريق. عذرين جدا مع المصريين. في حالة حرب ضد قبال البادية. قبيلتين من قبال البادية. اوكي. بس اعتبرهم ضعيفين. اه. نبني شارع ما يبني نبني شارع هنا. ليش? ما هنا امر عجيب حق. الله شيء عجيب بسراحة. عجيب. لك شيء عجيب. لحق. الله شيء عجيب. لديه اشتراتي من جائب. لديه. نعم. طيب غريبة جدا عموما نسوي anchor هنا ما أدري هذا الشيء سونا نسمع الوحدة تعبر هنا أو لا نشوف عموما نشوف كيف نريد أن نأتي من هذه الجهة مو من هذه الجهة إنما لما لا دقيقة خلني أجي هنا قال سلام طيب نشي الوحدات هذه هنا ونقدم ونستكشف وناخذ راحتنا بعدها نحرك دور القادم طيب ننهي الدور ننهي الدور أنا ما راح أهاجم من كل مكان وكون حذر يهمني طبعا يطيح السفينة هذه بناخذ المدينة دي من الجهة دي أوكي أنا أحط أغلب قوات الفرس من جهة ديك طيب وصل الغزاء من هذا الجهة طبعا طيب وصلتني جتني أشيب جاني أشيب منت مصر الآن في مثال قدم اعتداء مع الأغريق وصلت عربة تجارية لأشورة أشورة تحسن سمعته معاي أتممت بناء مبنى يقرى الموسيوم عشان كذا جتني أشيب منت هذا المبنى طبعا يعطيك نقاط تكنولوجيا بشكل سريع جدا خمسين في المئة زيادة هذه الشخصية ماتت أوه عمرها صغير طيب ستعش أوكي وهذه الشخصية تحولت الديانة الاثنية البابلية جمعنا بناء هذا المبنى الزاء أعطاني ستة نقاط شرعية أوكي هذه ماتت بشكل غريب ظروف غامضة الآن نتبنى الديانة الاثنية البابلية عندي نقاط كافية أصبحتين يديانة رسمية للدولة هذا الشيء مره حلو الآن ممكن نختار خيار رالة روبس مجانا أعتقد سويا هذا الشيء نعم دورين يزيد نقاط التدريب بشكل سريع لازم نبدأ نهاجم وحذر طبعا هنا ممكن نبني حفار ثلاثة دوار أوكي نستقبل هذا الوحدة نستقبل هذا الوحدة نسدد له ضربة نستقبل هذا الوحدة نستقبل هذا الوحدة نسدد له ضربة نستقبل هذا الوحدة نستقبل هذا الوحدة نستقبل هذا الوحدة عموما النغريق يعتبرون أضعف مني قوة ويكر لا يخاف منه أبدا طيب هنا أنا نرى خط التجارة هذا اللي قد نبنيه هل ينجح الفكرة أو لا نبني شارع أوكي البناء هذا فاضي ما يندي شغلة مشغلة لازم نعطيه طبعا شيء نبني هذا مبنى مقاطع تريب نعلن حرب على شراء الفرس أو لا نعلن لا ما ليش دعنا نسوي سلام ما داعي نعلن الحين ليش لأنني ما مركزت قواتي صح أبدا مركز قواتي بشكل أفضل بعدين نعلن حرب هذا بنشوف كيف هنا ما يكتبني شارع أوكي طيب ما نبني نشغل نفسنا نبني مخيم الجسوس الله أود أن يكمل بس الشكلي برجع أنا قاعد أحاول أكتشف الفندلين أين هم ما عندي نقاطه أمر كافية مو بالحين نعلن الحرب ما نحن نعلن الحرب نلعبها بذكاء شوي نهدي اللعب شوي طيب 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 سلاندر نيشن نشو سمعت هذه الدولة ممكن ليش لا ممكن نخترق هذه الدولة أو الغريق ممكن ما أحتاج هذا الشيء كلها الشخص هذا ممكن يحسن سمعتنا مع بعض القباءة مع الأسرة الثانية طبعا سمعته مع الكساتين وهذا طبعا زادت السعادة بشكل كبير لأني أتحولت إلى дело الأثنية البابلية لكي بفترض هذا يكون الشيء المناسب من اول هل نتهمسنا شوي طيب ضرب إضافة إذا كانت هذه الوحدة مصابة دمج إضافة من التلال 200 كثير 30 يا سلام ضد السيافين 10% روح شوف هنا رومان هنا ندرب الجيش من كامل رجوم 25% إذا كانوا في الأشجار تدريبات رخيصة جدا أوكي طبعا رجوم 50% زيادة إذا كان على ضفاف نهر طبعا ممتاز 32 رجوم زيادة ضد الوحدات اللي فيها الجنرالات الشي رجوم زيادة ضد الفعال أوكي ضد الرماء الرماء أوكي نجوم 10% زيادة طيب ممتاز ما ممكن شيء بدور واحد الجاسوس الثاني مش وضعه ما أدري والله بسينا لم تزبط معنا ف لينا نقول إيش عندنا مشاهنة نقدمهم منهم فايدة مهمين جدا وعندهم خبرة طيب أوكي أعتقد تمركز الجنود ممتاز جدا باقي ننهي الدور يا حلوين لأنه خلاص ما يفشي نسوي طيب أوكي ننهي الدور دور 106 ما عندنا فيه جاسوس فوق والله نسيه تحرك نصدقون والله نسينا نحرك أو أننا حركناه وخلاصنا والله مدري هنا وصلنا للحدود لاحظوا خلاص ما عند فيه شيء أوكي خبار الغزاء طيب الملك كان زعلان وحزين والآن لم يعد حزين وهذه الشيصية حاولت الديان وثني لأيب وور لايك هذا يعطي نقاط عسكرية وهذا للنبي طيب يا حلوين عندي مدينتين طبعا هنا ممكن نسوي تطبيق أوه أعطاني روما تصدقوا؟ أه من أول أن أعطني روما طيب أوكي أننا الآن نقدمين وحداتنا كلها نجيبها هنا على حدود الفرس نتفرج عليها قبل نخليه هنا نتفرج عليه خليه نرفزه ما تسوي الخشاب هنا لازم الرماد دائما فيه جنود يطلعون نطلع جنود بشكل مستمر نعم اوكي رما خمسة دوار طيب ممتاز نقدمنا الوحدات بالله نبي خلاص نطقل بكل قوتنا العسكرية تعال تعال جاسوس هنا هذا احلى شيء احلى مكان استراتيجي صراح نبغى يتوغل داخل اراضي الفرس حتى ذا صراحي فوض يجي هنا يا سلام نقاط تدريب كل شي تمام نغريق طبعا ممكن نسمع ميثاقة نحتداء بس مو بالحين العشرين كيف سمعاتهم تجاه سالم سبعة خمسين العشرين ما درش فيهم سبب هذا المنك حقهم رغم من اشياء كل الموجودة الا انهم يعني زعلانين فااااااااااام بمكن ا complications لدبلوماسي الى 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 الاغريق الي سمعهم سلام اللهم ادري صراحة ناشنال بيس ناشنال تروس وورنين كوينز اي ايل بعد سنتين ممكن نسوي معامل مثاق الاعتداء ابدعيا يتوغل في الاراضي لاحظ تغريق يحاربون الاشورين اي حبيبي او عندهم قليع مشغولين فيهم ممتاز هذا مطلوب هذا كسر حجار ابني واحد يكسر حجار الان هنا طبعا ممكن نبني حفرة ثانية احنا نبي حفرة حجار كثيرة هنا مليش لحظة ارجع لا يبي كويني هنا او هنا لان انتاج الاحجار رغيع بصراحة استمر في التخلص من هذه الوحدات طبعا عندي جاسوس في الشمال ما منها اي فائدة بحاول اشوف اذا يقدر يجي هنا ولا 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 ما ندائي اكتشف هذا الماكن فقط اكتشفنا نهر ايضا جاثني نقطتين اه شرعية طبعا هذه ضرنا 220 نقطة شرعية وصلنا تقريبا الى الحدود ممكن بعدين نجيبها من هنا جاسوس اذا يستمر في الاستكشاف ايلا اه يا حبيبي ماذا فائدة تلفية لا ملوس اوكي طبعا احنا عندنا ميثاق انا بعد دورين بساوي سلام مع الغريق انا دخلت عشان حسن سمعت مع العشرين لكن العشرين يبدو انهم يعني ما هم مبسوطين مني مرة سالب سواء خمسين رغم كل الاشياء اللي بينه وبينهم الحل الوحيد طبعا هيكون انه ممكن تزوج منهم ما ادري اذا هذا الشيء طبعا اه اصلا ممكن ان الواحد ممكن يعني يتزوج من هذه الشعوب او لا الاشرين انهم جيران يعني وما بينهم اي شيء فا خيس اذا الشعب هذا لا زال عنده اراضي هنا الفندالي لا زال في حرب ضد الاشرين طيب يندهم مجوهرات هنا ايضا اذا الفرس كرشاهم قدام هناك طيب نتفرج نشوف ميش هيسير هذه الوحدات كلها مشغولة طيب بناه هنا فاضي طيب نبني هنا طبعا اه خطاب اخشاب نحاول نشوف كيف الوضاع بتكون عندي نقطتين عوامر طبعا ما عندي اشياء كثيرة اقدر اشويها اندي ايضا بناه هنا هنا بني مسرح طيب وبعدها ننهي الدور نعم بحذر ننهي الدور لاني ما بكون في اكثر يغالي دور ثاني عشان سيكون سلام مع النظري الدور الثالث ممكن اعلن حرب على الفرس نتفرج نتفرج على المعركة الاشوريين يجردون طيب ضرب في الاشوريين او نغريق والله شغالين تبعيب والله صار اسمي الملكة الاسطوري The Glorious في شي صار ما ادري وشو هذه بتسالك 12 النقاط اوامر بتعطي كلها جنود رؤية زاد 25% هجوم للرما اذا كانوا داخل الاشجار في جميع جدا طيب وش عندنا بعد تتحول تخصصها من الفلسفة الى التكتيك اوكي ابن غير شري طيب اوكي 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 يوهف نيو اوكي اوكي بعد الصيام هذا كله فطرنا على بصل طيب اش فيهم الفلس الوقت لتخصص برضه بنذبح ذي بعد وصلتنا أخبار كارثية بغم كل محاولاتنا الملكة الفارسية اتشفت أننا قتلنا ملك الفارس الذي قبل ووزعلنا مرة طيب تقرأسه في جدار أسنسمعتنا شوي مع الأديان الأخرى ممكن ليش لا طبعا هنا عربة عسكرية نستخدمها إن شاء الله في الحروب نديها إلى هنا يمكن طبعا نتقربهم نستمر طبعا نستخرج عربات لأنه ستكون فيها وضائع حلوة بعد شوي طائب يا حلوين وصلتنا واحدة جنود هنا هتكون طبعا تدافع في هذه المنطقة فنعطيها أيضا تدريب من هجومنا يصير أكثر ضد إذا كنا على تلة ممكن نستمر نستخرج طبعا هنا جنود أيضا أو ممكن نبني هذه خزنة تعطيني نقاط تدريب وما إلى ذلك الآن نريد أن نتوغل في هذا الأرجاء يا حلوين ما زا نستطيع أن نفعل هنا كان فيه كنز أنا سحبت على الظاهر أم لا أدري خلنا نأخذ الكنز هذا الدور الجاي خلنا نأخذ الكنز هذا الدور الجاي لكن يبدن الفرس بعد ما شافوا قواتي هذي كلها قالوا هولب لاحظة لاحظة وش اللي قاعد يحصل خافوا من وجودي كمؤمن الجاسوس ذا معادي راح يقدر يتقدم أكثر من كذا إنما خليه هنا دي عندي مدينة هذي مش كانت تسوي مدري تطوير يمكن هو شيء والله مدري ما عندي محافظين لهذه المدن لا عندي محافظين كل المدن عليها محافظين شوف الانتاج هنا كيف شاي بطل نظر ينشر الدينة لو عينه واحدة بس اااااا اوكي نحتاج ترجري هنا لازم سعر اشياء الاساسية تطويرات اساسية لأنه تير ثابتة هنا فاور ما فيها ترجري خزنت فلوس وكذا 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 طيب مثال هذا الغزاء مستمر البناء هذا خلص لكن ما في نقاط عوامر في مدينة أيضا تحتاج عوامر أوكي طيب هنا يقول أنه في إمكانية طبعا نطلع دايس أصباق الأصباق أنا ما أدري تجي شلون من الفشز لا من من هذي من هذي من هذي من الفشري هي تجي أصباق نتس فإحنا عندنا لؤلؤ بس ما أدري الكرابز يمكن هي لجيب الأشياء دي والله ما أدري ستة دوار كثير مرة لا أعلمه لكن نحتاجها صراحة ما راح أطلع جنود هنا فأكيد سنسوي هذا الشيء نعين واحد هنا أو هذا فشر صياد عادي شوف كيف الأوضاع حتسير يا حلوين معادي عندي نقاط أوامر الأوضاع تحت السيطرة نحتاج إلى الدور آخر نتقرج على الأغريق وهم يجلدون أو هم يجلدون ننهي الدور يا حلوين دور واحد دور الجاي هذا سيكون عندي إمكانية الكارتوغرافي الكارتوغرافي طبعا تسمح لي أنا بنتذكر ماش تسوي أني أسرق تكنولوجيا أو حق الفرس يعني ما تفرق إنه خيار رهيب جدا أو هاجموني أنا صح أنا في حالة حرب نسيت والله قاعد أتفرج معاهم قال لي تعال 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 طيب هذه الشخصية تحاولت الأديانة من الأثنية البابلية وهذا الشخص مات محافظ جنرال على أحدهم الوحدات العسكرية الآن طبعا ممكن نطلع مقالي أربع دوار بكرة حلوة هل نقدر نسلي السلام مع الأغريق نرسل لهم الملكة الدنماركية اللي هي السفيرة طيب يقول أناسنا تعالوا من الحروب والمشاكل وكل الفلوس اللي تصرفناها على الحرب كان بمكانا نصرفها على بابل لكن حان وقت المواثاية الميثاق المنتداء في أكثر من خيار لكن خيارات كلها تتشارك بنفس التكلفة مية نقطة سفك مدنية ميتين نقطة أوامر لكن هذه طبعا أنه ممكن يعطونا بالمقابل تريبيوت هنا مجرد سلام مثاقة المنتداء عادي نحن نعطيهم موارد مقابل السلام أو سلام عادي يعني مثاقة المنتداء عادي أو نطلب منهم شيء مقابل أن نعطيهم مثاقة المنتداء طبعا لما لا؟ هذا خيار ممكن تختار إذا كان عندك لكن حين نبهي ميثاق عادي الشيء هذا سيأخذ دورين نشوف إمكانية حدوث هذا الأمر بهذه اللحظة نحن نهرب الجاسوس إلى مكان آخر وقعنا في مصيد أخرى طبعا يبدو هنا في قوات مصرية المصريين في حالة حرب أو لا؟ لا مثال قدمة هداية يتفرجون أنا ما ودي أخسر هذا الجاسوس فبعطيه مئة نقطة تدريب مارش وبهربه صار الآن داخل الشجر متخبي ممكن نسوي شبكة جواسيس داخل مدينة تارسا وان هذه تارسا مدينة مخفية تابعة للآشوريين الآشوريين طبعا مرز علانين نضغط هذا الزر بيكلف 400 مدينة غريبة أو مرز تفرج عليها فيها جنود بالهبل إذن الآشوريين عندهم مدن كثيرة صراحة مش وضع الدينماركين دينماركين في حالة حرب ضد الفرس أوه وفي حالة حرب ضد الآشوريين أوف وليس حربين معهم وور أوه الدينماركين يحربون هذه الشعوب كلها أوكي أول مرة أدري والله يحربون الفرس والآشوريين انترستنك سلام مع المصريين أوكي لون يعني الاشوريين الحين يحربون المصريين والله شي غريب ما معنى السيف الاحمر والسيف الابيض والسيف الاخضر ما فهمت انا ما انا اللي حس راح ما ادري ايه لا يعرف انه متحالفين مع الاشوريين لا اعلموا طيب نضغط هذا الزر حاول نفهم وين الدنمركيين هنا ما نشوفهم اصلا في الخريطة ما لهم وجود هنا اصلا ولاش مدري الدنمركيين مو موجودين هنا شي غريب وعندهم ملك يقال له هوروفقار احنا عندنا الان عسل ممكن نرسل الى احد الشعوب اه هم هم انتوستنج الوضاع زفد كلها صراحة بس ممكن نجرب نرسلها الى اله هذا الشي حيحس ان سمعته مع الاشوريين زاد 40 هل هذا الشي ممكن هل هذا الشي ذكي هل هذا الشي مطلوب اعتقد نعم اش رايكم نجرب اش وضع المصريين مع الدول الثانية ناشنان الايس في حلفهم مع الاشوريين طيب انتوستن غريب ان ما اشوف الدنمركيين طيب عموما اه يعني في قامة الدبلوماسية ما اشوفهم هذا ازودها يالله 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 بس هانو نسعب الوحدات هذه نحاو نهيل اما هذه مبتبعي طيب ندخل هنا ندخل هنا نشتريها اخليها تبعي طيب اه هنا ما بدينا نقدم نقدم هذه نشتري هذه بعد عشان نصير داخل الحدود شوين شوين نتقدم نصير عند القبائل الغاليين طيب ماذا يحدث هنا ماذا يحدث هنا يا حلوين طيب اللي حاصل هنا طبعا انه يبين اشياء الضبط السعادة ممكن يبني موت جدار ممكن طلع محاربين رما مكرا حلوة الرما طلع رما طيب بينما الجاسوس يتجسسوا توقعنا داخل اراضي الفارسية كشفنا في وحدة رما هنا هذا الجاسوس طبعا اتراب ما يقدر يسوي شيء في هذا المكان بالتالي راح نجيبه هنا ياخذ اللفة هذي كلها هذا الجاسوس يبي يجي هنا انتشفنا مدينة جديدة فارسية هاو نستكشف هذا الارجاء هذا بياخذ الكنزة اوكي هذا المكان تابع للفندلين يعتبر ممكن ناخذ الاشياء اللي فيه هاو نرجع للفندلين طبعا هذا الشيء حيحس سمعتي مع الفندلين سمر بالاستكشاف لاحظ فيه ايضا واحدة اسكرية هنا ظاهرنا رايحة على الفندلين الفندلين مر مبسطين مني هذا الشيء ممكن يخلينا سيماعام حلف طريب العلايس بس يحتاج 400 نقطة تدريب ويحتاج قائد دبلوماسي انا مشكلة من يبقى قائد دبلوماسي انا قاعد جج طيب وبالتالي ما اقدر اضعط هذا الزر صح اوكي اذا كنت قائد دبلوماسي يمديك نوي تحالفات مع القبال شيء جميل فاشنبل بينتر هذا الزر يطيني اعطني هذه نقاط ثقافة 300 يا سلام البنائين هنا فاضين طيب اخليم يبنون هنا مكان تحطيب ممكن ايضا نبني رينج هنا ليش لا مكان تدريب للرما هذه التايل نفوض نشتريها نشتري هذه 210 نوسع حدود مدينة اور نشتري هذه التايل في صراف غيرا نشتري هذه لا صراف او الاور طبعا ستكون صراف اكيد بدنا نوسع الحدود شوي وهذه لانه في خط تجارة هنا يشوف هنا فودنا نشتري ابع الاور ولا خليها الاور سواء الحدود الجديدة يا حلوين لصراف والاور فلاننا نراضي كلها المجاورة لبلاد بارس حدينهم حد نعم اذا هذا تحرك جميل ممكن نسوي نستفيد من الفلوس الكثيرة اللي عندنا هذه ما عندنا وقاء طوامر اكثر هذه المدينة طبعا طار فيها رماة واحدة رماة جديدة يا سلام الآن ممكن نسوي شي جديد الرماة يطلعون هنا بستة دوار وشي رهيب نبي حجارين صراحة نأس كسرون احجار فنفعل واحد هنا دورين وبعدين واحد هنا ادوار اخرى طيب ممتاز جدا اعزائي مشاهدين زي ما شفته على وضع كيف كانت المفترض انا الان اقدر اصبح سلام ننهي الدور انا افترض اقدر اسرق تكنولوجيا لأحد الشعوب تاج نقاط طوامر بنسوي الشي ذات دور الجاية نحاول نسرك تكنولوجيا الفرس لان اصار عندي خاصية سرقة لكل مواجه فشوف الفلوس عندي بالدخل كيف 400 85 شي جنوني جدا عندي 49 نقاط طوامر لان النقاط الشرعية عندي عالي جدا هذا وقت الحروب اذا بتحارب هذا الوقت مناسب الملك لا زال عايش لكن هذه الشخصية ماتت السيدة الدميق تي حق بابل محافظة مدينة اكتبانا هذه قايدة قبيلة الكلدانيين ثوان احتفالية السعيدين جدا بالانجازات اللي سارة على مستوى الدولة هذه طبعا الشخصية كسبت سمعة او خواص جميلة جدا فهذه حسيد انتاج الكويريز ممتاز جدا لو كانت محافظة او ملكة 50% الان نبي هدف جديد الهدف الاخير الالتمت امبشن طبعا وش الاهداف اللي متاحة ممكن تعين فور كورتيرز اربع شخصيات في الديمون الملكي ممكن نسوي تريد ليك او نكتشف ويندلاس ونستنسيل هذه مدينتين ما ادري شو وضعها صراحة فكاللوجيا هذا اتوقع تفعلها اوكي طب خلينا نعين اربع افضل يعني شخصيات سياسية في الدولة ما ادري شو نسوي هذا الشي بس نشوف هذه الشخصية ماتت او ممكن نعين محافظة جديد في هذا المدينة يفضل يكون كلداني ما عنده منصب او شي نعين هذا الشخص على هذا المدينة مدينة اكتبانا يا حلوين اوكي اسفعل هذه ويحنا مش قلنا اه اتجاه هذا الخط التجاري ما قدرنا نسوي خط تجاري هنا صح طيب ممتاز بسيطة نوب ربلوم هل هنا حبيبي أشد الجوش شوف كيف يا حبيبي خلال الجواسيس يستكشفون الأراضي ونبدأ نتبرج عليهم شوف في وحدات عسكرية كأنها رايحة على البندليين يكملون على البندليين يتوسعون في مدينة ثانية البندليين هنا وهنا اوكي قيانة ذولا رهيبين طيب هي عندنا شخص دبلوماسي وهذه ايضا تعتبر شخصياتها جوج لا في احد دبلوماسي هذا أركتايب هذا بطل هذه دبلوماسية لعليها علامة الحمامة طيب لو بأغير قوانين الوراثة من هذا أبي رتاش من ذا أبي رتاش أبي رتاش هذا ما عنده شخصية أصلا طيب ما عنده فيه هذه أوليغارك نوبلتون من دجل اسمها وين مكان هذي هذه لا شخصيتها سقر أركتايب كوماندر طايدة لا نبي أحد هذي طبعا كم عمره هذي ثوانية عشرين أوليغارك عشتي لي هذه شخصيتها أوريتر طيب وهذه برينسوس اللي هي هذه طبعا بس لاحظ طبعا كيف عليها العلامة هذه العلامة أنه يعني هي وليت العهد بس كيف الواحد يغير شخصياتهم لأن الواحد يتحالف مع القبائل لازم يكون دبل ماسي فأنت ممكن تعين قائد دبل ماسي تشوفه مناسب بس هذا الشي ممكن يزعل بعض الناس بعض القبائل الثانية يعني الشخصيات الدبلوماسية مثل هذه طبعا هذه عمرها ثلاثين هذه عمرها أربع واربعين عليها علامة الحمامة ما في شيء أصغر طيب نحن ممكن نغير قانون الوراث لاحظ نخلي الوريث شخص ثاني بس طبعا ما رحز فيه شيء لو عيننا هذا وريث لأنه قليلة جدا بالمناسب أيضا هذه شخصيتها جميلة جدا طيب خليها زي ما هي ما رح نركز على الموضوع ذا كثير نعم تفسع إلى هنا تبغل إلى هنا استكشف البلاد الفارسية إلى هنا ناخذ الجمل حقهم جميل جدا طيب الآن أعتقد مفترض يكون فيه مفوض نصرق شجرة تكنولوجيا الفارسية بس ما يبديني إن كوائل منهم مكومبتنت نوليج ليش هما ويش النوليج حقهم نايف مرة ضعيفة الفارس لازم يدمرون ما عندهم أي حتى خبرة في النقاط التكنولوجيا فإذا بنسرق ممكن نسرق من مصر نصروا شفيهم زعلانين مني طبعا لا تنسوا الشعوب هذه بدأت تزع مني لأنني غيرت الديانة لا تنسوا غير الديانة كان لها دور كبير أنهم يزعلون غيرتها من اليهودية إلى الوثنية البابلية نجرب نسرق طبعا الغريق مرة ما تقدمين نقاط التكنولوجيا الفارس يعني منافسين يعتبرون المصريين منافسين لكن الغريق مرة شي جنوني نحاول نسرق منهم الجاسوس إن شاء الله ما يكتشفونه أوكي هيا لهذه الوحدات طيب نبني أشياء مفيدة كيف الخطة ناجحة خطوة تجارة إن شاء الله نبني شارع هنا هنا ممكن نبني شارع هذا ما يمشي كثير نبني كويري هنا عشرة هنا ممكن يكون هذه كلها تكون أحجار خفر أحجار بخليها هذه مدينة الأحجار قنزاك طيب الغريقين كيف وضعهم طيب أوكي إذن نقدر نقول أكيد الحلقة القادمة بنعلن حرب على هذا الشعب الجميل هذه رينج ورينج ثاني ليش يا أخي تعال ابني هنا بس خطيرة لاحظ كيف الآشرين بدأ يحشدون الجنود حقينهم لكن مهما يحشدون ما رح يقدرون نسأل أي شي لأنه أنا بدأت يعني أتعطش لهذه الأراضي الجميلة نوسع حدود الفرس الآشرين عفوا دنام هما لسه ما شافوا شي وسعنا بابل حيث تسير من جميع الاتجاهات اشترينا العراضي لعليها تجارة هذه كاملة ضمناها لصالحنا أوكي البناء هذا فاضي ما عنده شي عندنا نقاط وامر ممكن نبني حديد هنا وممكن هنا في مخيمات أوكي وممكن نبني كورتهاوس ولم لا يا هذا أعزائي مشاهدين أشكرا لكم تابعتكم نشوكم إن شاء الله في حلقة أخرى الحلقة القادمة إن شاء الله أعياته لكم جميعا وكل عمت بخير ومع السينما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة